اشتركوا في القناة شباك الجر القاعي تم فصلها عن احد مراكب صيد الاسماك بعد اجراءات حكومية مشددة وذلك لخطورتها على الحياة البحرية والثروة السمكية اذ يمثل الامن القذائي اولوية قصوى بالنسبة للحكومة قرار حضر الصيد البحري بواسطة هذه الشباك او ما يسمى بالكراف تم اصداره العام المنصرم بهدف حماية البحر من التلف والمصائد من انخفاض المورد السمكي دور الرقابة البحرية منذ تشكيل فرق الراسل البحري طبعا فرق الراسل البحري صار تشكيلها لي رقابة الاسواق المركزية واضافة الى محلات بيع الاسماك ايضا من مهامها رقابة السواحل العامة وايضا رقابة المباحر الموجودة في المملكة والسواحل رصادنا احنا كادارة ادارة الرقابة البحرية الحمد لله مؤشرات طيبة في هذه الشأن بوفرة الاسماك الحمد لله رب العالمين في الاسواق وهذه ايضا مؤشر ايجابي في عودة الحياة في بحرنا نتائج ايجابية تحققت لصالح البيئة البحرية حيث ان الجرف الجائر للقاع البحري بواسطة الكراف ادى الى استنزاف الاسماك الصغيرة وبيوض الاسماك وهو ما اثر على وفرة المحصول سواء من حيث الكمية او النوعية الا ان بعد صدور قرار منع هذا النوع من الصيد انتعشت الاسواق بكميات اكثر وباحجام اكبر السابق كانت الاسماك شحيحة توصلنا في السوق الحين من بعد المنع ما شاء الله الاسماك ومنها الاربيان وصل ليه الساحل عندنا ليش سيف احنا نقول عن سيف الساحل منها الشنعد منها الاربيان منها الشعري باحجامة الهامور كان شحيح عندنا الحين من بعد المنع حوالي يمكن حوالي 6 او 7 شهور من منعه ما شاء الله جميع الانواع قامت للانواع السمش قامت توصلنا للسيف وكمية وايد انزلت عندنا من قبل قبل السابق ما نحصل هالكذا ولكن الحمد لله حين وايد كمية زينا والسمة تبدو ما تشوف عندنا انواع اللي انقرض عندنا الصافي صنيفي كان من قبل عندنا اياهنا شوي والاسماك زادت بالعكس زادت وتمافرة صار وايد السمش تجرب عندنا الاربيان الصيدة في الحظور وموجود منه عندنا يكو في الحظور ومن يدور الهواء وايد يزيد السيد الحظور يصيدون وايد ربيان يصيدون بالثلاجة بالثلاشتين يصيدون ربيان وبالنسبة عن السمش ترى الوايد دخلت داخل عندنا ترى ويد شي زين عملية الكراف كانت تستخدم من قبل صيادين ربيان على وجه التحديد لكن قرار المنع صاحبه قرار آخر أصدره مجلس الوزراء الموقر نص على شراء أصول صيادين ربيان من بوانيش الصيد لمن راقب منهم أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد وقد بدأت بالفعل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسليم المستحقات لعدد من الصيادين طبعا المبادرة جاءت حسب قرار مجلس الوزراء الموقر بشراء أصول الصيادين لمن رغب والحمد لله تقدم عدد من الصيادين أصحاب رخص الربيان للاستنفاع والآن أيضا نحن في طور استقبال عدد كبير من الطلبات للصيادين الآخرين لمن رغب منهم في تسجيلهم الاستنفاع من ناحية هذه القرار لهو شراء الأصول إن قرار المنع هذا من شأنه أن يضاعف من نصيب الفرد من الأسماك كما إن أسعارها ستقل نظرا لوفرتها ومن ناحية أخرى فإن الحياة الفطرية في قاع البحر تستمر في تعافيها وتحسنها مع استمرار الجهود الحكومية الحثيثة في حماية هذا المصدر الحيوي الهام للغذاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر